اهلا بيكم في فيلم جديد بيبدأ فيلمنا في ليلة راس السنة وبتكون الشوارع مليانة بالتلج وبنشوف كل البيوت منها وراء وبتحتفل بالكريسماس وفي بيت من بيوت المدينة بنشوف زوج بيدي زوجته هدية راس السنة وبتكون الهدية عبارة عن كلبة شكلها لطيف وملفوفة بحبل هداية وطبعا بتفرح الزوجة جدا بالهدية اما بالليل فبيحاولوا انهم ينايموا الكلبة في السرير اللي جاهزوا لها ولكن بتكون عاوزة تنام معهم في القوضة وبتطلب الست من جوزها ان هو يوافق لكنه بيرفض وبيقولها علشان ما تتعودش على كده وبيرجحها لسريرها وبيقفل الباب وبيحط وراء كرسي علشان الكلبة ما تقدرش انها تدخل قضتهم بتزعل الكلبة جدا وبتفضل انها تزق الباب لحد ما بتخرج من قضتها وبتروح لهم قضتهم وفي الاخر بيقتنعوا انها تنم معاهم في قضتهم بتعدي الايام بعد كده وبنشوف الكلبة وهي عايشة مع العيلة دي وهي سعيدة وفرحانة وكمان بنشوفها بتلعب في الجنينة مع الورد وكمان بتطير في الهوى وبتاخد الجرنام من الولد اللي بيجيبه للبيت وبتوصله لصاحب البيت وبتفاجئها صاحبة البيت في يوم وبتلبسها طوق شكله جميل حوالين رقبتها وهنا بتشوف الكلبة كلب كبير في السن وهو قاعد بيت فن عظمة في الارض وبيكون ساكن في البيت اللي جنبها وبتسأله عن رأيه في السلسلة وبتقوله كمان ان صاحبة البيت هي اللي جابتها فبيقول لها ان طوق جميل جدا وابتاخده وبيروحوا علشان يروحوا لصاحبهم الكلب تراست بيوصلوا بعد كده لهناك وبيلاقوا نايم فبيتكلم الكلب العجوز مع الكلب وبيقول لها ان تراست فقط حست الشم ودي بتبقى حاجة مهمة جدا عند الكلاب وانهم مش لازم يحسسوا انهم عارفين علشان ما يكونش زعلان منهم وبيصحى بعدها تراست وبيعجب جدا بالطوق اللي هي لابساه وكمان بيقول لها انها زي دي فعلا بنروح بعدها لكلب من كلاب الشوارع وبنشوفه وهو بيصحى من النوم وبيخسل جسمه في المياه اللي بتقع في الشوارع من البيوت وبيروح علشان يلاقي حاجة يفطر بيها فبيوصل لمطعم وبيفضل يخبط لحد ما بيشوفه طاني صاحب المطعم وبيرميله الاكل بتاعه وبيشوف بعدها مسئول البلدية وهو بيعلق يفطى مكتوب عليها انه هيتقبد على اي كلب معهوش ترخيص من البلدية وطبعا بيقلى جدا وبيزيد خوفه لما بيلاقي اصحابه مقبود عليهم ولكنه بيتغلب على خوفه وبيقدر انه هو يوصل للعربية ويفتح لهم الباب ويخرجهم وكمان بيهجم على مسئول البلدية اللي بيمسك الكلاب اللي في الشارع وبيعضوا في رجله وبيهرب وبنرجع لتراست والكلب العجوز اللي بيروحوا ويزوروا الكلب اللي دي لكنها بتكون زعلانة ولما بيسألوها عن السبب فبتقول لهم ان صاحب البيت بيتعامل معاها بقصوة وده لانه رفض انه هو يلعب معاها لانه كان مشغول شوية وكمان بتكون صاحبة البيت مشغولة عنها وانها زيئب بقى لانها قاعدة طول اليوم بتلعب لوحدها في البيت بيفضل الكلبين يهونوا عليها وبيقولولها انها مش لازم تفكر في الحاجات دي بجدية وبنعرف منهم ان صاحبة البيت تبقى حامل وبيقول لها الكلب العجوز انها هجيب لها طفل صغير قريب جدا واكيد هيلعبوا مع بعض على طول ومش هتحس باي ملل مرة تانية وفجأة بيظهر الكلب المتشرد وبيتكلم معاهم كأنه يعني يبقى صاحبهم وكده وبيتداي منه الكلب العجوز وبيقول له هو ازاي اصلا يتدخل في الكلام معاهم بالشكل ده ولكن الكلب المتشرد ما بيكونش مهتم بكلام الكلب العجوز وبيكمل كلامه مع الكلب الدي بيفضل يخوفها بقى من الطفل الصغير اللي هيجي ده وبيقول لها انه هياخد كل الاهتمام من ابوه وامه وساعتها مش هيهتموا بيها فبيدفع الكلب العجوز عن اصحاب البيت وبيقول ان البشر مش اشرار قوي كده يعني للدرجات دي فبيتريع عليه الكلب المتشرد لانه طبعا شايف منهم ويلات وساعتها بيقرر الكلب العجوز انه يطرده برا البيت وبتفضل الكلبة خايفة من الكلام اللي قاله الكلب المتشرد وبتمر الايام وفعلا بيوصل الطفل وبيعملوا حفلة كبيرة احتفالا بالطفل الجديد اللي نور البيت وبنشوف اصحاب البيت وهم مشغولين بالمعزين بتوحهم وبتحس الكلبة ليدي ان هم مش مهتمين بيها وانها بقت لوحدها بتدخل بعدها الكلبة على صاحبة البيت فبتلاقيها بتمرجح البيبي في سريره وبتلعب معاه وما بتهتمش بوجودها زي الاول وبتسافر صاحبة البيت وجوزها وبيسيبوا الطفل مع الكلبة وبتيجي قريبتهم واللي اسمها سارة علشان تاخد بالها من الطفل في فترة سفر اصحاب البيت بتتعامل صارة مع ليدي بطريقة وحشة جدا وبيكون معاها قطتين شكلهم مخيف وبيفضلوا يلعبوا في كل مكان في البيت لحد ما بيبهدلوا بنشوف بعدها صارة وهي بتاخد ليدي لمحل الكلاب وبتشتري لها كمامة علشان تسكتها فبتهرب ليدي لانها ما بتكونش عاوزة تلبس الكمامة دي على بقها وفي الشارع بنشوف الكلاب المتشردة وهم بيطردوها ولكن فجأة بيظهر الكلب المتشرد وبيدافع عنها بياخدها بعد كده لحديقة الحيوان علشان تقدر انها تفك الكمامة اللي اتربطت على بقها في المحل وبيروحوا للتمساح وبيطلبوا منه ان هو يساعدهم ولكن الكلب بيلاقي ان التمساح هيكل الكلبة وهو بيفك لها الكمامة فبيخاف عليها وبيسيبوا التمساح وبيمشوا بيروحوا بعدها للحيوان اللي كان بيقطع في الشجر وبيطلبوا مساعدته وفعلا بيوافع ان هو يساعدهم بشرط ان هو ياخد الحبل اللي كانت مربوطة به الكمامة وفعلا بيفك الكمامة من على بق الكلب اللي دي وبياخد الحبل اللي هو وبتفضل الكلبها تحكي للكلب المتشرد حكايتها من وقت ما كانت هدية صاحب البيت لزوجته لحد ما يربط من البيت بسبب قربتهم صارة وبيقولها ان المشكلة اللي هي فيها دي سببها انها مرتبطة بعيلة وحدة وبيكمل كلامه وبيقولها انه مرتبط باكتر من عيلة ومش بيسمح لعيلة وحدة انها تمتلكه وده علشان ما يوقعش نفسه في نفس مشكلتها بياخدها بعد كده للبيوت اللي هو بيروحها وبيقولها ان دي اكتر الاماكن اللي بيحب يقضي وقته فيها وكمان بياخدها لمطعم صاحبه تاني وهناك بيفضلوا يلعبوا مع صاحب المطعم اللي بيحب ليدي اول ما بيشوفها ده غير انه هو بيجهز لهم الترابيزة وبيعمل لهم عاشة رومانسي وبيجيب لهم مكارونا وكمان قطع لحمة وبيفضلوا يأكلوها مع بعض وبنشوف تاني والمساحب بتاعه وهم بيغنوا لهم كمان اما في تاني يوم فبتصحى ليدي من النوم وبتقول للكلب انها لازم ترجع البيت فبيسألها الكلب عن السبب اللي هي عاوزة ترجع علشانه وبيفضل يقنحها انها ما ترجعش تاني لحياة البيوت اللي عبارة عن سيجن دي وده لان الحياة بره البيوت كلها حرية ولعب وانبساط وبتقوله الكلب اللي دي انها لازم ترجع البيت وده علشان تاخد بالها من الولد الصغير فبيقول لها انه خلاص هيوصلها وفي الطريق بيسألها اذا كانت دايقة الفراخ قبل كده فبيقوله لا طبعا ودايقهم ليه فبيقولها انه يخليها تجرب حاجات جديدة فبيقوله انها موافقة ولكن بشرط انه هما ما يقزوش اي حد بيدخل فجأة على مزرعة الفراخ اللي بيكونوا نايمين وبيخوفهم فبيهربوا طبعا بسرعة ولكن فجأة بيظهر صاحب المزرعة وبيفضل يضرب النار على الكلبين وبيقدر انه يقبض على ليدي وبيكون فاكر انها كلبة متشردة وانها هي اللي عملت كده في الفراخ بتاعته وبيكون الكلب مدائق جدا من اللي حصل لها وبيفضل يدور عليها ولكنه ما بيكونش عارف ازاي يوصل لها اما في الناحية التانية فبنشوف ليدي وهي بتدخل للمكان اللي بيجمعوا فيه الكلاب المتشردة وبيفضلوا يتريأوا عليها ويدايقوها ولكن فيه كلبة بتوقفهم وبتفضل تطم منها لانها بتكون شايفاها خايفة جدا ومتوترة فقالت يعني تهون عليها بيشوفوهم بعدها بياخدوا كلب من الكلاب اللي تقبض عليها علشان يقتلوه فبتخاف ليدي جدا من المنظر ده فبيقولولها ان الكلب ده عاش حياة صيارة ولكنها كانت حياة سعيدة زي ما دايما كان بيقولهم الكلب المتشرد وبيفضلوا يحكولها عن الكلب المتشرد اللي دايما بيقدر ان هو يهرب من البلدية ومش بيقدروا ان هم يمسكوه ابدا وبيفضلوا يحكولها عن مغامراته وعلاقاته كتير ولكن فيه كلب منهم بيقول لها ان الكلب ده لو حب بجد هيتنازل عن كل الالاقات بتاعته وده علشان خاطر الكلب اللي بيحبها وبيدخل عليهم مسئول البلدية وبياخد ليدي وبيقول لها ان اصحابها وصلوا علشان ياخدوها للبيت وفعلا بنشوف الكلب العجوز ومعها ترست وهم جايين يتطمنوا عليها ويرجعوها للبيت مرة تانية وهناك بنشوف ليدي وهي زعلانة وما بتكونش عاوزة تتكلم مع اي حد وبيظهر الكلب المتشرد وبيكون معها عظمة ولكن لما ليدي بتشوفه بترفض انها تتكلم معها فبيعتزل لها وبيقول لها انه ما كانش يعرف انها كانت في الحبس كل ده لكنها بتفضل زعلانة منه وبتسأله عن علاقاته اللي حكالها الكلاب عنها وبتسيبه وبتدخل البيت وهي بتعيط وبنشوف بعدها فار وهو بيحاول ان هو يدخل للبيت وبتفضل ليدي تهوها وبصوت عالي فبتطلع سارة وبتفضل تزعق لها وبيرجع تاني الكلب المتشرد وبيسألها عن السبب فبتقوله ان فيه فار بيحاول ان هو يدخل للبيت وممكن يقزي الطفل الصغير وفعلا بنشوف الكلب هو بيجري جوه البيت علشان يقتل الفار وكمان بتقطع عليه دي السلسلة اللي كانت مربوطة فيها وبتجري على الطفل علشان تطمن عليه وهنا بتدقي سارة لما بتشوف الكلبين في قضة الطفل الصغير وبتقرر انها تكلم البلدية علشان يجو يقبضوا على الكلب المتشرد وفعلا بيوصلوا ويقبضوا على الكلب وبيوصل بعدها صاحب البيت وبيقولهم مسؤول البلدية ان الكلب المتشرد حاول ان هو يهجم على طفل صغير في المدينة فيقلقوا على ابنهم وبيجروا على البيت علشان يطمنوا عليه بيكون الكلب العجوز وتراست قدروا ان هم ينقذوا الكلب المتشرد من سجن البلدية وده لما عرفوا ان هو أنقذ الطفل الصغير من الفار وبيعرف بعدها أصحاب البيت الحقيقة وبيقرروا ان هم يتبنوا الكلب المتشرد وبنشوفوا وهو بيتجاوز الكلب الليدي وكمان خلفوا كلاب صغيرة كتير وبيلعبوا مع الطفل الصغير وبنشوف بعدها الكلب العجوز وكمان الكلب تراست بيجوا البيت علشان يحتفلوا بالكريسماس مع الكلب والكلب الليدي وباقي العيلة وبس كده لحد هنا بيخلص الفيلم اللطيف اللذيذ بتاعنا نتمنى انه يكون عجبكم والحلقة بتاعتنا كمان تكون عجبتكم لو عجبكم فعلا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلوكم من هنا كل جديد نشوفكم في حلقات تانية كتير جديدة وسلام